بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الخلق محمد عليه أفضل الصلاة واتم التسليم نبدأ بإذن الله سلسلتنا في الملاحة الفلكية بالتعرف على بعض المصطلحات الأساسية وأول هذه المصطلحات مصطلح السلسلسفير أو الكرة السماوية الكرة السماوية هي كرة تخيلية تخيلوها العلماء لتخيل الفضاء ولتسهيل الحسابات الفلكية عليها فهذه الكرة السماوية هي كرة تخيلية مركزها الكرة الأرضية ونصف قطرها لا نهائي السلسل البوليس أو الأقطاب السماوية عند امتداد نحور دوران الأرض نحور دوران الأرض كما نعلم أنه يمين بمقدار 23.5 درجة قريبا عند امتداده فإنه يتقابل مع الكرة السماوية في نقطتين نقطة تسمى بالقطب الشمالي السماوي والنقطة الأخرى تسمى بالقطب الجنوبي السماوي وهذه النقطتين تمثلان الأقطاب السماوية إذن نور سلسل البول والساوث سلسل البول هذه الأقطاب وهذه شكل الكرة السماوية ومركزه يكون من رفز الأرض السلسل إكويتور نأتي للإكويكشنال أو السلسل إكويتور مصطلح السلسل إكويتور أو خطة للسيواء السماوي هو دائرة عظمة خطة للسيواء السماوي هو دائرة عظمة يكون في منتصف محور الدوران ويكون محور الدوران عموديا عليه يقسم السلسل إكويتور الكرة السماوية إلى جزء جنوبي وجزء شمالي نأتي الآن إلى مصطلح الدائرة الكسوفية أو الإكليبتيك الدائرة الكسوفية أو الإكليبتيك هي دائرة عظمة مثل سلسل إكويتور دائرة عظمة تمر بالمركز يكون مركزها مركز الدائرة الكرة السماوية لكن هي تمثل المسار السنوي الظاهر للشمس نحن نعلم أن الكرة الأرضية وجميع الكواكب الشمسية في المجموعة الشمسية تدور حول الشمس الشمس هي المركز وجميع الكواكب تدور حول الشمس لكن جاء العلماء وعكسوا المسألة جعلوا الأرض طبعا تخيل جعلوا الأرض هي المركز وجعلوا الشمس هي التي تدور حول الأرض نعلم أن محور دوران الأرض يميل بمقدار 23.5 درجة تقريبا فالإكليبتيك يميل عن السلسل إكويتور بمقدار 23.5 درجة تقريبا هذا الفيديو سيوضح بإذن الله الفكرة نعلم أن الشمس هي المركز وجميع الكواكب تدور حول الشمس هذا مسار الأرض حول الشمس هذا المسار في هذا المسار جعل الشمس هي التي تدور حول الأرض وسموه بالدائرة الكسوفية أو الإكليبتيك طبعا إذا جعلنا محور الدوران عامودي فإن خطة للسواء السماوي يميل عن الدائرة الكسوفية بمقدار 23 نصف وهو مقدار ما يلان محور الكرة الأرضية نأتي الآن لشرح مصطلحين جديدين وهما نقطتي التقاء الدائرة الكسوفية مع خط الاستواء السماوي فلنفترض أن هذه هي الكرة السماوية فلنفترض أن هذه هي الكرة الأرضية وهذه هي الدائرة العظمى التي تمثل خط الاستواء السماوي ولنرسم الدائرة الكسوفية إذن يتقابلان في نقطتين النقطة الأولى تسمى بنقطة الاعتدال الربيعي أو البرنال إكوينوكس النقطة الثانية تسمى بالأوتومنال إكوينوكس أو الاعتدال الخريفي هذه النقطة تحدث في يوم 21 مارش من كل سنة أما هذه النقطة فتحدث في 23 ستمبر من كل سنة في هذه النقطة أو الاعتدال الربيعي تكون الشمس في الجنوب وتنتقل إلى الشمال أما في الاعتدال الخريفي فتكون في الأكس تنتقل من الشمال إلى الجنوب وصلنا إلى مصطلحين جديدين وهم خطوط الزوال السماوية أو الدوائر الساعية والثاني موازيات الميل أو الدوائر اليومية سيليسيا المريديان والبراليل أوف ديكنيليشي كما نعلم أن هذه الدائرة العظمة تسمى بسيليسيا الإكويتور أو الاكويوكشنل هذه الدوائر الصغرى التي لا تمر بالمركز الدائرة العظمة هي التي تمر بالمركز ويكون قطرها مساوية لقطر الكرة بينما الدوائر الصغرى يكون قطرها غير مساوية لقطر الكرة ولا تمر بالمركز هذه الدوائر الصغرى في الكرة السماوية تسمى بالبراليل أوف ديكنيليشي هي دوائر صغرى موازية لخط الاستواء السماوي بينما خطوط الزوال السماوية أو الدوائر الساعية هي أنصاف دوائر كبرى تمر بالأقطاب القطب الجنوبي السماوي والقطب الشمالي السماوي تمر بالأقطاب وتكون عمودية على خط الاستواء السماوي تكون تتمثل أو تكون زاوية عمودية مع خط الاستواء السماوي هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه سلام تسلم كثيرا إلى يوم الدين